خط الدفاع بقى عمر جابر كان خيار جيد من كالوس كيروش عمر جابر مش افضل زي الايمن مش لعب عظيم على الاله دلوقتي هو كان لعب عظيم دائما بس على الاله في الفترة ليه مش في افضل مستواته ولكن عمل مباراة محترمة النهار مش مش عشرة على عشرة مش عشرة على عشرة بس عمل اداء جيد النهار ليه عمل اداء جيد عمل اداء دفاعي بشكل كويس اه في كم كرة عدى منها ساديو ماني وبالمناسبة ساديو ماني ما هو لازم يعدي ما هو ساديو ماني بيعدي في الدول الانجليزي كتير كونه هو عدى بكرة ولا كورتين النهاردة طبيعي جدا يعني مستني ايه مستني ايه يعني ساديو ماني هيقضي في فرج علينا ومش هيروغ ما دي امكانيات وده شيء معروف عن ساديو ماني انه هو لعب الفوتورك بتاعه رائع المهارات بتاعته كبيرة ومميزة في طبيعي هيعد النهاردة بس عمر جابر كان اختيار جاي طب ليه عمر جابر ما كانش عمر كمال عبد الواحد اديك المعلومة عمر كمال عبد الواحد كارلوس كيروش بيبصر عمر كمال دايما انه مش الخيار الاول كظاهير ايما بس هو شايفه لعيب جيد والعيب يقدر يلعب في اكتر من مركز فدايما هياخده منتخب مصر هتقول لي تمهوا لعبه في كاس الامر الافريقية اضطرارية لما اكرم توفيق صاب ولما فكر كارلوس كيروش في خيار اول بديل لا اكرم توفيق فكر في محمد عبد المنعم لو تتذكره في مبارات المنتخب النجيري محمد عبد المنعم ما اديهاش فراح لعمر كمال عبد الواحد في البطولة العربية لو تفتكروا برضو ما راحش لعمر كمال عبد الواحد كأول خيار وراح لمحمد عبد المنعم او مروان داود على ما اتذكر هو مش شايفه ظاهير ايمن الاول لمنتخب مصر هل ده معناه انه قدراته الايلا هل ده معناه انه ما قداش لما لعب زهير الايمن لا قدى بس هو دايما بيشوفه انه راجل مؤدي في مركز زهير الايمن لكن هو مش مركزه الاصلي زهير الايمن مؤدي فاختار النهاردة قاله سكروش نلعب بالامان او كما يتصور هو الامان انا هلعب زهير ايمن مركزه زهير ايمن مهنته زهير ايمن فلعب عمر جابر وكان طبعا الخيال الاول بالنسبة له كان محمد هاني قبل ما يتصاب قبل مباراة مصر ومشاطر في مباراة المريخ السناني مع النادي الاهلي